أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الأهلي نهاردة تريند الأهلي مليه بالأخبار والأمور اللي كانت موجودة على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة ونبدأ مع بعض بحساب المصري اليوم الرياضي على الفيسبوك ولنشر تفاصيل رسائل سوارش خلال اجتماعه مع لعاب الأهلي قبل مواجهة المقصة على حسب المصادر اللي قالت للمصري الرياضي أن ريكاردو سوارش طلب من لعابة الأهلي خود مباراة المقصة بقوة والتركيز شديد داخل الملعب من أجل تخطي مواجهة اليوم وإضافة ثلاث نقاط جديدة للحفاظ على حظوظ الفريق في المنافسة وكمان سوارش شدد على ضرورة استغلال الفرص في المباريات قبل حسم قائمة الرحليين عن الفريق أكيد فيه دوافع معنوية خلال الفترة الحالية من أجل حصد النقاط في الفترة اللي جاية لكن من خلال متابعات اللي اتكتب في المصري الرياضي مفيش كواليس من خلال اجتماع سوارش مع اللعيبة كلام ممكن تكتبه وانت مغمد عينك ركزه عايزين نحسم الثلاث نقاط احنا بالنفس على الدوري ده كلام أكيد متابع في أي اجتماع ما بيتم بين جهاز فني ولعيبة لكن تفاصيل التفاصيل ما بين الاجتماعات أكيد طبعا محدش بيعرفها لكن بعض المواقع ومنصات السوشيال ميديا بتحاول تكتهد عشان تعرف كواليس اجتماعات الجهاز الفني مع اللاعبين طيب يلا قرى النهاردة ركز على التشكيل المتوقع للأهلي أمام فريق مصر المقصة حسام حسن في الهجوم تشكيل الأهلي المتوقع ليس تشكيل رسمي لكن يلا كورا بيتوقع أن الشناوي في حراسة المرمى ياسر إبراهيم أيمن أشرف رامي ربيعة علي معلول كريم فؤاد أليو ديانج حمد فتحي ثم محمد مجد أفشا وأحمد عبدالقادر وحسام حسن الناس خلاص بيتعرفة أن التشكيل هيكون رايح في إطار سكة 3-4-3 بعد تغيير طريقة اللعب عقل مباراة الزمالك في كأس مصر طيب نروح كمان لباقي التفاصيل وحساب كورا بلس بيتكلم على تعرف على قيمة غيابات الأهلي أمام مصر المقص طيب نعد مع بعض كده واحد أكرم توفيق عمار حمدي، حسين الشحات، محمد شريف، عمر السلية، أحمد نبيل كوكا، محمد عبد المنعم، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر إذن 9 لعيبة غايبين بسبب الإصابة ولكن الأسباب فنية تم استبعاد بدري بنون يبقى كده 10 لعيبة وبرسي تاول عدم الجهزية بعد العودة من الإصابة بالتالي 11 لعيب غايب النهاردة عن فريق الأهلي أمام مصر المقص قيمة بالكامل ما بين لعيبة في خط الدفاع، لعيبة في خط الوسط لعيبة كمان في خط لجوم مؤسرة بشكل كبير فغيابات عديدة لكن أتمنى إن شاء الله النهاردة نشوف أداء مميز من اللاعبين اللي هيحظوا ببداية في التشكيل الأساسي طيب اليوم السابع راح لي إطار تاريخي بقى وإطار متعلق بتاريخ مواجهات الأهلي ومصر المقصة قبل صدام الليلة بالدوري طيب تاريخي المواجهات الفريتين اللعبوا مع بعض 21 مباراة الأهلي فاس 15 المقصة فاس في مباراتين وتعادلوا فيه أربع مباريات أكبر فوز للأهلي على المقصة كان 4-0 وأكبر فوز للمقصة على الأهلي كان 3-2 آخر مباراة الأهلي فاس فيها على المقصة 4-0 والأهلي حققت دوري 42 مرة الوصيف ده أفضل إنجاز لمصر المقصة يمكن ما فيش إنجاز أفضل من جده في الدوري المقصة كان ترتيبه التاني هدف الأهلي في المقصة كان عبدالله السعيد أربع أهداف وجون أنتوي هدف المقصة في الأهلي برصيد أربع أهداف واللي اتنين مش موجودين في مباراة النهاردة نروح لحساب الوطن الرياضي وبيتكلموا على إن كمان فيه خمس لاعبين في الأهلي مهددين بالغياب عن مباراة المقاولين بالدوري الممتاز يعني احنا بنتكلم على 11 لعيب غاية النهاردة ولقدر الله كمان فيه خمس لعيبة مرشحة أنها تغيب عن المباراة الجاية ولكن اللعبة دي مش بسبب إصابة لقدر الله أو رؤية فنية لا ولكن بسبب تفادي الحصول على البطاقة الصفراء يعني واخدين إنذارين قبل كده والنهاردة لو حد فيهم خد إنذار عايب أنذار ثالث وبالتالي ما يلعبش المباراة الجاية مع المقاولين مين هم الخمسة؟ حمد فتحي، محمد هاني، كريم فؤاد، أحمد عبدالقادر، محمد مجدي أفشة الوضع صعب جداً وأتمنى النهاردة ما تكونش المباراة فيها أي إنذارات المصر الواضي خلط تصريح مهم جداً للكابتن أحمد ناجي وبيتكلم فيه على محمد الشناوي ومما إن الكابتن أحمد ناجي من مدرب الحراس الخبرات كبيرة جداً في الدوري المصري مهم جداً نسمع رأيه في التوقيت الحالي بخصوص مشاركة الشناوي مع الآلة في المباراة الأخيرة كابتن ناجي بيقول لا يوجد أي أزمة بشأن تراجع مستوى محمد الشناوي محمد الشناوي أفضل حارس في مصر وأفريقيا والإسبوع المقبل هتلاقي حاجة تانية لا يوجد أي أزمة بشأن تراجع مستوى محمد الشناوي كرة القدم لعبة عجيبة والناس بتحبها لأن ما فيش فيها حاجة سبتة لكن الشناوي قادر على العودة معنى كده بخبرات كتابة الناجي عايز يقول مفيش لاعب في الدنيا أو لعيب بيلعب كورة دايماً هتلاقيه على نفس المستوى أكيد فيه إمكانيات وفيه قدرات انتواسق منها النوع اللعب ده مميز جداً لكن أكيد على مدار الموسم بتجيلك فترات المستوى ممكن ينزل شوية بس أسباب كتيرة بقى إجهاد ضغط نفسي خسارة بطولة الأتموسفير العام بالنسبة للفرقة واللعيبة ممكن يخليهم أداء مش كويس في الفترة الأخيرة لكن دايماً عندك ثقة أن اللعيبة دي كويسة وعندها القدرة لنها ترجع بسرعة لمستوها وده تصلح مهم جداً من الكابت الناجي بخصوص محمد الشناوي الوطن الرياضي بيتكلم على أن الأهل يدعم محمد هاني بقرار جديد قبل المريكاتو الصيفي فيما معناها يعني حسب المصادر اللي قالت للوطن سبورت أن كان فيه بعض الاختيارات أو الطلبات أن يتم دعم مركز الظاهير الأيمن في الأهل ولكن لجنة التخطيط تحفظت على هذه الفكرة وقالت مفيش داعي لضم زهير أيمان في الانتقالات الصيفية والاكتفاء بالسنائي محمد هاني وكريم فؤاد بجانب كمان أكرم توفيق اللي هيعود فيه الفترة اللي جاي وبالتالي أكيد فيه استمرارية للعيبة في الفترة اللي جاي حساب كورا إليفن بيتكلم على اللعيبة الأجانب اللي في الأهلي وبيقولوا في ظل رغبة النادي بضم أجانب من أعلى مستوى بدلا منه عرض قطري ضخم على طولة النادي الأهلي لضم فتا موسيماني المدلل في أمريكاتو العنوان علي تحفظات كتير لأن ما فيش حاجة اسمها فتا موسيماني أو أي مدرب بيجيب لعيب فهو الفتا المدلل ليه بيرسيتاو لعيب مؤثر آه هو تعرض لإصابات في الفترة الأخيرة لكن لما بيلعب بيبقى مؤثر وكان ليه دور مع الآله في البطولة الإفريقية بغض النظر على المباراة الناهائية يعني المباراة وفاق الصيفي الجزائري شفنا أداء بيرسيتاو وتأثيره على الآله في البطولة الإفريقية في إحراز الأهداف وفي صناعة الفرص لكن كورا إليفن بيتكلم عن أن فيه عرض قطري لضم بيرسيتاو في المريكاتو الصيفي وقد يكون هناك استفادة ضخمة للأهلي لا تعليق على هذا الخبر لحين وضوح الأمر من النادي الأهلي في الفترة اللي جاية وده مش هيتضح إلا مع نهاية الموسم ومع فتح باب الانتقالات في الصيف القادم آخر حاجة معايا وأيضا أمر متعلق ببدر بنون رحيل بدر بنون عن الأهلي خلال 48 ساعة إلى قطر القطري وبيتكلم عن أن فيه موافقة مبدئية من جانب الأهلي ومن المتوقع أن تتم الصفقة خلال 48 ساعة ننتظر لنرى الجديد خلال الساعات اللي جاية خاصة في ملفات الأجانب اللي بيتم طرحها في الفترة الحالية أخرج لفاصل وبعد الفاصل نكمل معاكم باقي فقرات برنامج التريند